طيب هنروح لأخبارنا نبتدي بالخبر الأول وهو اليد سيدات كرة اليد سيدات انتوا عارفين طبعا كأس مصر وبطول كأس مصر انطلقت لعبنا دور التمانية مع نادي المعادي وكاة المباراة في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة وفوزنا بنتيجة ستة وعشرين سبعتاشر كده احنا اتأهلنا لدور قبل النهائي دور قبل النهائي هنلعب مين هنلعب سبورتنج طب مين طرف اللقاء التاني في القبل النهائي معنا الزمالك ونادي الطيران اذا هنلعب سبورتنج وبعد كده ان شاء الله نفوز وبعد كده نتأهل لعب على الفائز بين زمالك والطيران وبفكر حضراتكم طبعا احنا حامل لقب هذه البطولة من السنة اللي فاته كاميرا الأبطال كانت موجودة في الملعب عملنا التقليد هتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني طبعا الحمد لله بهدي الفوز طبعا للفرقة والجهاز الفني الاول الحمد لله ما كناش مركزين الاول في موضوع المباراة بظروف بس الجو والتدريبات بس وكان عندنا مطش يوم السبت كان قوي قوي مع سموحة فالحمد لله عبالما دخلنا في موضوع المباراة فجيبنا لسكور وكسبنا الحمد لله فرق عشر احنا كان عندنا مباراة يوم السبت لعبنا كسبنا بفرق كبير فجينا في اخر مباراة لعبنا بطريقة ان احنا نقدر نقدي بيها المطش النهاردة ولعبنا برضو مبارح كان تمرين عندنا بنشتعل على خطط الهجومية والدفاعية لنادي المعايدية قبل كل مباراة الكابتن بيتكلم في نقاط قوة ضعف بتاعت الفرقة بتاعتنا بنتكلم في اخطاءنا زي نعالجها وبنتكلم طبعا في الفرقة التانية ايه هي نقاط ضعف وقوة بتاعتهم وبنقدر نفق الصغارات دايت عشان نقدر نكسب مباراة دور للاربعة هيبقى ان شاء الله سبورتينج وانشعرفوا بقى اللي هنكسب منه هنقابل لسه الفرقة التانية عندنا ان شاء الله مطش السبت والسبت اللي بعده نهائي الدوري الدور التاني والمرحلة الاولى ان شاء الله هنبدأ بقى نستعدلها بتمرين ونلعب على كل فرقة بقى عشان نستعدلها كويس هو في المطش الاول احنا اتأخرنا ان احنا ندخل في الجيم ما كان يعني كنا نشبه دي اوف شوية بس واحدة واحدة بين الشوتين تكلمنا مع بعض وازاي نفوق بعض وما فاصلناش اكتر فنزلنا الشوت التاني فوقنا وجبنا مطش واحدة واحدة لغاية ما عدينا بالسكور يعني وكنا كسبانين الحمد لله في الاخر كسبنا الحمد لله هو طبعا مطشات الكاس اللي احاس باتانية خالص غير مطشات الدوري الدوري بعد الشر لو قاعت مطش ممكن تعوضوا في مطش تاني لكن الكاس المطش بفطولة فلازم بنركز في الحتة دي احنا حتى لو فاصلين حتى لو حد دي اوف كلنا نشيل بعض وانهو نشوف ايه اللي احنا كان اخطأنا في مطشة اللي فاتت محاضرات فيديو او نتكلم مع بعض ونصلحها عشان مطش ده مفوش يعني ما فوش انحنا نسيبه او حاجة لازم نكسبه عندنا ان شاء الله يوم السبت مطش الطيران بعد كده يوم السبت اللي بعدين مطش الشمس اخر مطشين في الدور التاني في المرحلة الاولى نشوف مطش دور الاول احنا كان ايه اخطأنا ونصلحها و ايه اللي كنا كويسين فيه ونزوده ونخلص من بعد ان خلص المطش ده هنبدأ نركز على مطش الشمس عشان طبعا احنا كل مطش من دول حتى لو احنا بسعدين من مرحلة تانية هيفرق معنوايا مع عنا نحنا نكون كسبنين الفرق دي في الادوار التانية زي ما بتعرف مباراة الكأس دايما بتكون صعبة يعني مش زي مباراة البطولة يعني بعيد الشر لو خسرنا مباراة يعني لازم نصلح بمباراة تانية دي مباراة الكأس لازم تكون يعني فيها يعني صعبة شوية من الاول بس الحمد لله يعني القوي هو اللي يقعد مركز للاخر والحمد لله يعني لمينا انفسنا بين الشوطين وحكى معنا الكابتن وطبقنا التعليمات الحمد لله وكسبنا بفارق يعني التماني اهداف اه الحمد لله واكيد يعني انا كنت بعيدة شوية عن رفقاتي اه وده ما حصلش فارق كتير لانه قاعد التواصل بيناتنا جامد قوي الحمد لله انه ما لقيتش اشكالية في الحتة دي اه اكيد يعني لما شاركت مع المنتخب كان فيه هندبول يعني مرحلة تانية وشفت هندبول يعني من الفرق الاوروبية زي دنمارك وكوريا ولعبنا مع البراجوي وسلوفاكيا الحمد لله كانت بطولة مشرفة انا هدفة المنتخب واكتر اسيست يعني مع المنتخب بالحمد لله واكيد هذا بش يكون له اضافة مع نادي الاهلي ان شاء الله يعني نوظف الاضافة هذه مع رفقاتي هنا وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحصد جميع البطولات اكيد احنا يعني عندنا هدف انه بنحضر كل مباراة ومباراتها وان شاء الله يعني اخر مبارايتين مع الطيران والشمس قبل ما ندخل المجموعة تانية واكيد لازم نكسبهم مشان يكون معنوياتنا مرتفعة وربنا يكرمنا ان شاء الله الجميل في فريق السيدات لكرة اليد ان كابتن يح يوسف عارف هو عايز ايه وعارف عايز يوصل ازاي وعارف السكوات بتاعه يبقى شكله ايه وده ملاحظ جيدا في كل نتائج يعني مهما حصل تحس انها فرقة ماشية استيبول يعني ربنا يكرمهم ونكمل على كده والنهاردة والسنة دي نحصد الاربع بطولات زي السنة اللي فات